تصعيد واستهدافات متبادلة تشهدها مناطق شمال غربي سوريا بين قوات الحكومة السورية والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي والتي غالبا ما تسفر عن سقوط خسائر بشرية فضلا عن الدمار الذي تخلفه في تلك المناطق وسط حركات نزوح مستمرة للمدنيين نحو مناطق أكثر أمنا مصادر محلية أكدت أن اشتباكات عنيفة دلعت بين قوات الحكومة السورية والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي على محاور كفر عمي والفوج 46 وأورم الصغرى بريف حلب شمال غربي سوريا دون ورود معلومات عن خسائر بشرية يأتي هذا في حين قصفت القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة تفتناز بريف إدلب الشرقي بالتزامن مع قصف صاروخي على قرية نحلة ومواقع على جبل الأربعين في محيط مدينة أريحة ومحيط بينين بريف إدلب الجنوبي وقريتي كفر تعال وتديل بريف حلب الغربي قصف جاء بالتزامن مع قصف آخر نفذت القوات الحكومية على مناطق في جبل التركومان بريف اللاذقية الشمالي أسفر عن اندلاع حرائق تم إخمادها في وقت لاحق في السياق أعلنت قاعدة حميميم الروسية في سوريا مقتل عنصرين من قوات الحكومة السورية برصاص عناصر هيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السورية لتنظيم القاعدة بريف إدلب وكشف نائب مدير قاعدة حميميم فاديم كوليت أن هيئة تحرير الشام الإرهابية شنت خلال ساعات القليلة الماضية عشر هجمات استهدفت خلالها مواقع لقوات الحكومة السورية في كل من حلبة وإدلبة والاذقية